اهلا بكم الى مجازي اخبار الان اكد النائب العام لدولة الامارات العربية المتحدة بان ابداء التعاطف او الميل او المحاباة تجاه قطر او الاعتراض على موقف دولة الامارات العربية المتحدة وما انتخذته من اجراءات صارمة وحازمة مع حكومة الدوحة سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتقريدات او بمشاركات او باي وسيلة اخرى قولا او كتابة يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت وبالغرامة قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه يدعم الاجراءات التي اتخذت الدول العربية وغيرها ضد قطر وصرح ان عزل قطر يشكل بداية نهاية الارهاب اشار ترامب في تغريدة له على موقع تويتر ان دول الخليج قالت انها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل التطرف وكل الدلائل تشير الى قطر الغت الخطوط الجوية الملكية المغربية رحلات عبر الدوحة الى دولة الامارات والسعودية واليمن ومصر في اعقاب قرار تلك الدول قطع العلاقة مع قطر كما قررت شؤون الطيران المدني بوزارة مواصلات والاتصالات البحرينية الغاء جميع الترخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية واقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الاعلان فيما يشكل دربة جديدة للشركة القطرية شهد اليومان الماضيان تكدس ألف السيارات والشاحنات التي امتدت على مسافة عدة كيلومترات من الجانبين في منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر عقب القرارات التي تخذتها المملكة والامارات والبحرين باغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية مع قطر وكان المنفذ بمثابة النافذة البرية للقطريين على العالم فتتدفق عبره الشاحنات المتجهة والقادمة من وإلى المملكة قتل وجرح عدد من الأشخاص بهجومين منفصلين بالعاصمة الإيرانية تهران صباح اليوم اتفجر انتحاريون نفسه عند ضريح الخميني فقتل شخصا وهاجم مسلحون مقر البرلمان ما أدى إلى قتل 12 شخصا وأنباء عن احتجاز أشخاص كرهائنة في مبنى البرلمان بحسب مقالة مصادر إيرانية بسمية شنت مقاتلات قوات التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت قيادات تنظيم داعش خلال اجتماع لهم في حوضي اليرموك غربي درعا بحسب ما أفد مراسل الأخبار الآن مشيرا إلى أن من بين القتل أبو محمد المقدسي وهو قائد ما يسمى بجيش خالد بن الوليد أتبع لداعش أفادت وكرة الأنباء الفرنسية باختفاء طائرة عسكرية تقل على متنها أكثر من مائة شخص في ميانمار وأفادت مصادر صحفية بأن طائرة أقلعت بعد ظهر اليوم من مدينة مايبيك متوجهة إلى مدينة يانجون من دون ذكر تفاصيل أخرى شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة